اشتركوا في القناة النوات النقلة له. تردك جديد وحاصر ازهار على لغنات بالقيس. اضافة جميلة ومعايزة الخناوات لو الخيمة اللي عندك بتعمل بنزام اللغة العربية هتضغط على زرار وتقف على كلمة التركيب وتضغط على اوكي. هزهار لخيمة تانية وفي خيمة ترددات هتضغط على بزرار اوكي عشان تقدر تضيف القناة. اما بالنسبة لتعامل مع القوامل الانجليش. لو الخيمة اللي عندك بنزام اللغة الانجليزية كل اللي هتعملها عشان تضيف القناة هتضغط على زرار المنيو. وقف على قيمة وفاية كلمة وضغط اوكي. هيزهار لقيمة تانية وفاية ترنزبوردة لسه بنزل على كلمة ترنزبوردة ووضغط على اوكي. وفي حالة ما بضغط من الرموت على زرار المنيو وملقاش كلمة زهر عنده على الشاشة. بعد ما هضغط على زرار المنيو هتحرك بالاسهم يمين وشمال اوفاء او تحت حسب القيمة الموجودة عندي. هضغط منيو هتحرك بالاسهم هيزهار لكلمة اقف علىها وضغط اوكي. وبعدين هنزل على كلمة وضغط على اوكي. ومجرد ما بدخل لقيمة الترددات هضغط من الرموت على الزرار الاحمر. واكتب التردد بتاع احداشر تلتية تسعة اتنين وبنزل على معدل الترمز بخليه سبعة وشرين خمسمية. وانزل على القطبية اهم حاجة بغيرة بخليها عن طرق السام اليمين والشمال. بعد كده بضغط اوكي واجه لخطوة اللي بعد كده وانا اقف على التردد هضغط من الرموت على الزرار الازرق اهيزهار معي قيمة فراعية مكتوفة كنمية اسكان من فوق. ما بغرش في القيمة اي حاجة كل اللي عملها اضغط على اوكي. وبالتالي الجهاز هيبحث التردد للقناة هتنزل معي. وبعد ما الجهاز هيبحث التردد هيزال لرسالة فراعية مكتوفة بيتأكد ان انا وقف على كلمة اس وضغط اوكي من الرموت هيزهار معي رسالة فراعية مكتوفة داتا سيفنج يعني جاء لحفظ البيانات. بازبر لحد ما رسالة داتا سيفنج تختفى من على الشاشة. ومجرد ما رسالة تختفى اقدر سعر قيمة القناة بزرور الاوكي وراح لاخر القيمة. هلاقي اضافة جميلة ومعيزة جدا لقناة قناة مكتوب عليها بالقيس. اضافة جميلة ومتنوعها لقناة النائل سات نزلت بترخ شهر عشر او بترخ شهر اكتوبر العام عشرين واحد وعشرين. قناة بالقيس اضافة جميلة ومعتنوعها وخناة برامجة معتنوعها و довольно مميزة جدا. احدى التراضي للخناة بترخ شهر عشرها. موجود على تراضي حداشر تلات تسعة تنين معدل ترميل سبعة وشرين خمسمية والقطبية في اوفر تلكل او رأسي حداشر تلات تسعة تنين معدل الترميل سبعة وشرين خمسمية والقطبية في اوفر تلكل او رأسي التراضي تشارة وبيعمل على جمال اطباق ابتداء من ستين سنتري. وايضا بيعمل على كل رسفورات وكل انواع شاشات العرض اللي بتحتوى على رسفور داخلي. بالقص اضافة جميلة وممائز القرارات والنال سات بنصع الكل نازل على جهازه. بكده حلقة النهاردة خلصة والسنان في كل الترددات الجهو الحصرية. اشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.